اهلا بكم هنكمل بقى ونبدأ اول درس احترافي في الـ Object Oriented Programming وهنبدأ مع بداية انشاء MVC بمعنى الكلمة زي ما قولك MVC Model View Controller هنعرف ما هي وكيفية استخدامها وكيفية بناءها لعمل مشروع بها باسلوب سهل ووسيط وكمان لتوفير الوقت والجهد الـ Object Oriented مش فقط انك بتعمل Classes وتستخدمها لا دا انت عندك فن في بناء Classes ديت وفن التعامل معها وكمان انك بترتقي بمشروعك لمستوى اعلى من اي مستوى تاني هنبدأ نقسم المجلدات اللي هنبدأ نحط فيها الأشياء اللي هنستخدمها وهنشوف ازاي هنتعامل معها هنبدأ ننادي على كل المجلدات ونشغل Classes اللي فيها ونبدأ نتعامل ونشوف ازاي هنشتغل خليني بداياتا احزم فقه كل الأشياء اللي هنقدامي دي ونبدأ باسم الله جوه OOP هننشيب Project على هيئة MVC اول حاجة هعمل مجلد هسميه Controller ثاني مجلد هعمله هسميه Models او Model ثالث مجلد هعمله هسميه Views رابع مجلد هيكون Config خامس مجلد هيكون Include واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس مجلدات هيتم بناء مشروع عليهم بخلاف الملف الرئيسي اللي هينفذ كل العمليات اللي هو Innex.php الملف ده هيكون كل شيء عليهم هنعمل كمان معايا بفايل هنسميه htaccess dot htaccess الفايل ده هو هيبدأ نتعامل به مع حاجة هنسميها اسمها المسارات او roots هننشئ فايل هنسميه roots dot php الثلاث ملفات دول اساسيين عندي في المشروع بتاعي roots هيكون عبارة عن ملف في مجموعة اوامر هنستخدمها بالcontroller والموديل والموديل والفيوس اما الانكلود والكونفج هو فقط عبارة عن ملفات اضافية لاعدادات ال mvc بتاعتك وكمان لعمليات البلوجين في حالة انت عايز اسم البلوجين هنحطها في الانكلود بداية انا عندي الانديكس هو اللي هيكون مشغل اساسي لكل العمليات اللي بتحصل على ال mvc وهنعمل المغلة التاني هنسميه from work ال from work ده هو اللي هيكون فيه كل ال classes اللي انت هتستخدمها لعمليات البناء من حيث التعامل مع وكمان التعامل مع ملفات العرض او ملفات وكمان ملفات التعامل مع قواعد البيانات او جداول قاعدة البيانات بشكل اخاص واصح واللي هنبدأ نحط فيه كلاصاتنا او ال classes بتاعتنا اللي هنبدأ لندي بيع مع ال controlers وال models و ال views خلانا نسمي ده models كدا اوكي دي تهيئة ال framework بداية الكام مغلة دول مع ال ht access و ال root php و ال index و ال config و هشوفكم باعد في اول class هنبني لل mvc و اشتركوا في القناة